هذا القضايا البيئية هي غائبة أو ربما في آخر الأولويات دي المجالة الترابية سمح لي غادي نصح لك دفاع دفاع أنا في الأول قلت لك أننا لا نشتغل بارتجالية وأننا كالجامعة الترابية كانت باقة لحماية البيئة منذ عشرات سنين وهذا الشيء هذا إحنا غادي نضحوه بالأرقام بنا سمحتي بأجالة نعم تفضل نعم تطهير السائل هذا يرتبط بالبيئة مئة بالمئة تطهير السائل كان برنامج وطني لتطهير السائل التكلفة الإجمالية دياله 48 مليار درهم يعني ليس بالمبلغ العين تم رصد 28 مليار ديال الدرهم لحد الساعة ستستفد منها 232 جماعة ترابية نعم فهذه الـ 232 جماعة ترابية 118 جماعة ترابية انتهت منها الأشغال ديال تطهير السائل 232 علما أن إكراه تمدون سريع كي صعاب العملية كل عام كي انتداد هائل ديال بعض المدن وكي حط إكراهات ديال تطهير السائل وإكراهات الإنارة العمومية إكراهات ديال مسعى الأخضراء ورافق العمومية واحد العدد ديال مسائل اللي البعض كي يشوف ابنية يكونوا بعض النقائص بحلقها بسبب التمدون السريع أن الجماعة الترابية مخدماش بالعكس الجماعة الترابية أنا كنقول من خارطة من هذه السنوات كنعود رجع أن 82 من غير هذا الـ 118 82 جماعة ترابية هي تطهير السائل ديالها في طور الإنجاز و33 تم الالتزام بنافقتها من جهة أخرى حماية البيئة إلى حدود نهاية سنة 2017 تم إحداث 136 محطة لمعالجة المياه العادمة جيد إذن زائد أن هناك برنامج وطني لإعادة استعمال 25 مليون متر مقعب من المياه العادمة المعالجة هذا الشهادة لحفاظ على الموارد المائية ديال بلد ديالنا ويتم استعمالها في سقي الملاعب الجولف وسقي المساحات الخضراء للمدن لكن لماذا المجتمع المدني لديه هذه المؤخذات وهذه التحفظات؟ من أين أتى بهذه المؤخذات؟ هل فعلا أن القضايا البيئية في آخر ربما اهتمامات المجالس الترابية؟ هي غير هي غير تجاوبة مع الأخ الدودي ربما هذه القضايا فعلا كان مجهودات ولكن سؤال لا تحتلها هذه؟ كم نسبة المئوية التي يتم تطغيرها ديالسائل على المستوى الوطني؟ ربما هذه الأسئلة تجعلنا نقول بأن هذه المجهودات يجب أن تدعم أكتر يعني ربما تتضاعف أكثر معناش مثلا إذا قلنا عشرة فالمئرة قلنا رقم كبير كان على المستوى الوطني أيضا السياسين هو التدهور البيئي الآن والكلفة للتدهور البيئي التي تؤديها يعني فاتورة المغرب كلفة كبيرة جدا وهذه الكلفة ستعود ربما بمتداريات على حساب ما هو اجتماعي على حساب ما هو أيضا اقتصادي اقتصادي لا أنا لا أقول أننا بالغناء المبتغى وأننا رادين على نعم لا ولكن كان واحد العمال منظم غير كافي ولكن لماذا غير كافي أين ربما نجد الغادية كان هناك كبت اختلالات هو مرتبط أساسا بتنزيل اللامركزية لأن اللامركزية ليست إلا ليست غير جملة من القوانين نحن نزلنا منظمة القانونية القانون 111 الاربعطاش مية واثناش مية وثلتاش نزلنا ننصص تطبيقية نزلنا واحد العدد ديال المسائل ولكن اللامركزية ما شيء هي القوانين فقط اللامركزية هي ما هي الموارد المالية والبشرية اللي الدولة مستعدة نقل لجماعات التورابية لتحقيق هذا المبتغ هذا هذا هي اللامركزية ولحد الآن حينما لحد الآن كنا نسبة عشرة في المية فقط من الميزانية ديال الدولة العامة اللي مخصصة الجماعات التورابية في شتال ميادين كتكون جماعة محلية ولا إقليمية ولا جهوية عشرة في المية غير كافية لتحقيق متطلبات ديال الساكنة ديال الساكنة كالطالب خدمات في أعلى المستوى مثل دول الخدمات اللي كيناف الدول أكثر تقدم